أعلنت الفصائل الفلسطينية رفضها لأي محادثات بشأن تبادل المحتجزين الإسرائيليين إلا بعد انتهاء العضوان الإسرائيلي على قطاع غزة جاء ذلك في بيانة نشرته حركة حماس التي تحتجز إلى جانب فصائل فلسطينية أخرى عدد من الإسرائيليين في قطاع غزة ويجري رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية محادثات في القاهرة حول تطورات التصعيد الإسرائيلي على القطاع وعدد من الملفات الأخرى موسيقى